السلام عليكم اليوم تقريبا 4 شهور كي ادخلت العالم الانترنت و كي ابدأ نفعل حلقات في يوتيوب و لا كنت اعرفكم لا كنت اعرف لكم اي شيء لا كنت اعرف ماذا ستقبلوا ان بنت تهدر في الدمان تنكو هذا المجال بالضبط كالخبارات التي تهدروا فيه و الاغلبية الساحقة لا كنت اعرف ماذا ستتبعوني واذا مبتدئين واذا ماذا بنات واذا مغاربة واذا مغاربة جزائرين لا كنت اعرف اي شيء لكن بعد ذلك نقرأ البيانات واذا نتعرف اليوم قررت ان ادخلت المعجم التجارة الالكترونية التي تتبعوني مبتدئين يجبكم تعرفوا ان هذا المجال الذي انتم داخل الاهدابة والذي انا كنت احاول ان اعاونكم واندربكم باية طريقة مزيانة وبروفيسيوني هذا المجال تتطلب انكم تتمترزوا لغة الانجليزية اولا احاولت معكم الانجليزية باللغة الفرنسية حيث انا كنت اتكلم للمغاربة واندربنا الانجليزية المهمة في المغرب وهي لغة ميتة في عالم الديجيطال هذا المهمة قررت اليوم اننا نبدأ نهبر نهبر انجليزية ونتعلمون تجارة الالكترونية لكي نفعل اثنين في واحد منها انكم تعلمون تجارة الالكترونية مثل هذه الحرية المالية أول مصطلح سوف نبدأ به في هذا المعجم هو الإي كاميرس ما يعني الإي كاميرس؟ هو الإلكترونيك كاميرس وهي التجارة الإلكترونية وهي عبارة عن عمليات بيع و شراء أو لتبادل منتجات عن طريق الإنترنت يعني تتبيع و لا تشري في الإنترنت أو ليس لكي تشري تشري شيء برودي في القصرية أو على أرض الواقع تخرج كبير لك محل تدخل له يجبك أرسل تأخذه وتعطي له هذا الأساس نفس العمليات في الإنترنت يعني تدخل إلى ماركت بلايس تترى فيه قليلا يجبك أرسل تكليكي له وتدوز عمليات الشراء و تشرين منتجاتك هناك نجوش الأنظمة في التجارة الإلكترونية سواء تتخلص أونلاين يعني بالكريداتك أو لا تتخلص تأخذ سلعة لك هذا النظام نسميه COD وهو الذي يعمل به في المغرب وهو cash on delivery أو الدفع عند الإستلام هذا النظام خارج في التجارة الإلكترونية كحل أو لا هذا النظام لذلك الناس الذين كانوا تتخلصوا و كانوا يتعرضوا لعمليات الناس كثيرا مثلا يأخذوا واحد بخدوة و يصلوا بخدوة أخر أو كارتونة أو كثيرا كثيرا والناس يتراجعون للناس لا تكون فكروا الرواد أو الخبراء لتجارة الإلكترونية في هذا الحال لإنسان أو بخدوة لا يتحرك يجب أن تجاه تلك ويتأكد منها وأيضا والتجاة و هذا النظام تعمل للناس لكن لا أعمل الصحيح أولا ولكن لا يمكن الأمر بالتجارة الإلكترونية تتجارة الإلكترونية نحن كلها استعملان يعني قم يرى الفيديوهورiquement حتى تشريه Record cf11 لكن يداف النظام في الموضوع للجانب ويتقالzar الاستعمل وتقلص عن الحين asz أن ترى الفيديوهور في ال Graham ي понять cuz payment which one electricity 100% ونتم願 Premi التجارة إليكترونية ويقومون بروسس كامل أو للنظام كامل يقومون بوضع وندخلوا بضمار ومهنية لتجارة عامة ومهنة الأخلاقية يجب أن يكون لديك مبادئ المستلح الثاني هو ستور بوتيكة أو متجر إليكتروني لا يوجد تجارة في أرض الواقع يجب أن تجارة إليكترونية أو إليكترونية متجر إليكتروني وهو متجر إليكتروني وهناك منصات التي لا تكون لديك تجارة ستستطيع أن تضع فيها بوتيكة سهلة بطريقة سهلة مثل بلاتفورم شوبيفاي أو يوكين أو سوديشابي أو ستورينو كثير من البلاتفورم التي تستطيع أن تضع وكثير منهم وكثير منهم وكثير منهم لذلك يجب أن يتم تجارة إليكترونية أو سهلة تجارة إليكترونية لا يمكن الله غير يبدأ وكذلك تجارة بلاتفورم لأن هناك مميزات التي لا تجدها في أرض الواقع مثلاً إذا تريد أن تجارة محل في أرض الواقع يجب أن تجارة في الشريعة أو تجارة مال أو قيسارية لكي يعمل وكي يجب أن يكون فيه الرواج وإذا تريد أن تجارة في هذه المنطقة تشريبه أيضاً من غالب لكن إذا كان لديك منجر إليكتروني على الأنترنت لا يوجد موقع جيد يجب أن يكون لديك غير المعرفة وكذلك أساليب وكذلك تستطيع أن تدخله تشريبه هذا هو مصطلح مهم في الدومان التجارة الإلكترونية وكي يعني الفيزيتاء ومن يكون لدينا الكثير من الزوار للمتجار الإلكتروني أو من يكون لدينا الرواج أو من يكون لدينا الناس داخلين خارجين مهم الدنيا عامرة هذا هو تشريبه لماذا نقول لك؟ لأن الحملة الإعلانية يجب أن يكون لديك تشريبه يجب أن يكون لديك ويجب أن يكون لديك ويجب أن نجمعها ويجب أن يكون لدينا البيانات أو المعلومات التي تخص هذه العملاء أو الناس الذين يدخلون لدينا هذه هي حلقة خاصة لكن البيانات أو العملاء مستلح آخر يجب أن تتجار الإلكترونية تسمعني ويجب أن نقول لك يجب أن تطلق الآد 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 يجب أن تدخل بها الماركت بلايس والماركت بلايس يعني الماركت بلايس أو السوق الذي تعمل فيه الاد كابي الاد كابي هو تكست أو النص الإعلاني الذي يكون في الحملة الإعلانية في الاد في الفيسبوك ادت مثلا نقوم بصورة أو تكست فوقها هذا التكست وهو مقتطف من العلم يسمى الكابي رايتين و الكابي رايتين هو فن الإقناع العميل كيف تقدر تقنع الانترنت هو متصفح الانترنت هذا هو مستلحته فرنسي نقوله في الويب الانترنت كيف تقدر تقنع الانترنت التي تصفح الانترنت وتقدر تشد له الانتباه وتأخذ الانترنت عبر هذه الفخاز والجمل التي تكتبها في النص الإعلاني والذي تريد تعلم هذه المهارة الكابي رايتين لا يمكن أن يدخل غير الانستاغرام والكابي رايتر كثيرا الاد كرياتيف هي صورة فيديو أي شيء فيها الكرياتيف أي شيء فيها أي شيء فيها الصورة 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 أو هذا الفيديو يكون مخضوبة طريقة نيتش نيتش هو المجال الذي قررت أنك تعمل فيه أي شيء فيها نيتش والذي تريد أن تعمل فيها وإذا لم تكن تفهم نيتش حلقة خاصة ما هو نيتش وما هو الأنواع وما هو المنتوجات التي تستطيع أن تعمل فيه طبيقات ونمتز مزيد ومن ثم نتريد أن ترونها وأنا نضع الملوحة ونضع الملوحة في المجال الوائدة كانت تسمعها الكثير وهناك في التجارة الإلكترونية وهو المنتوج المربح مني نبدأ نجربه الكثير من الامتوجات ونجدون لهم الاد كان يشجعوا من المنتوج والناس مهتمين بي ويجعونه الكثير وكان يوجود للمارجة الربحة كبيرة وأن يأتي بني أن تخرج وليس يكون في الممتاجات الرابحة وليس يكون في الممتاجات الرابحة وليس يمكن أن أعمل هذا الوصف من الممتاجات الرابحة حيث تنسى أي ممتاجات فيه وليس يمكن أن أدكارهم من بعد أرى ممكن إذا دخلت بالزاوية المناسبة في الـ Ad Copy أو الـ Creative ولقيت له الـ Winning Formula ستقدر ترده الـ Winning Product ومن يجب أن أقول لك الـ Winning Formula يعني هذه التركيبة السحرية أو التركيبة الرابحة التي لقيتها في الـ Business أو في المنسوش لك كي يمكن أن أقوم بها في المنسوش لك وكي يمكن أن يحقق أرباح ومن تتم أنك تأتيغم بسيطة الـ Getty وتقدر علي مجهورات جيدة ومجهورات جيدة ووكدمت علي مجهورات جيدة فممكن أنك في هذه الأساليب أو هذه المقادر تستطيع أن تحصل على أين الفورميلاتك الليد الليد هو العميل ما هو الفرق بينه بين الزبون؟ لأنني أريد أن أقول لك العميل العميل لأن العميل هو هذا السيد الذي يكون غير تغسي بالخدوة ولكن ما زال ما شرعه ما زال ما دفعه وكذلك يكون عميل ولكن أفوكي شريه وكذلك تقبط فلوسك لذلك ساعة ممكن تعيط له زبون مستخدمة أو مستخدمة لذلك في الأول كتسمى ليد أو العميل باللغة العربية ومن بعد عدد أن نسميه زبون ممكن أن يكون حتى مستخدم باللغة الفرنسية وكذلك عميل محتمل مستلح آخر نسيته هو الماركت أناليسس يعني تحليل السوق وهذه الماركت أناليسس رفعها بثاف جل المراحل منها السيجمونتيشن يعني تقسم السوق سيجمونتيشن أنا لا أريد أن أخبركم هذا التعليم الأكاديمي لا أريد أن تفهمه جيد نحاول أن نحضر بالدريجة لأي شيء نفهمها بسيطة أو سليطة لذلك نريد أن تحليل السوق يكون فيه تقريبا ثلاثة مراحل الأول سيجمونتيشن يعني سيجمونتيشن نقسم السوق نقسمه بثاف المراحل ممكن أن نقسمه بمثلا ديموغرافيك ممكن يكون تقسيم بغيابل جيوغرافيك ممكن يكون سوسيوبروفيسيوني مهمة لا أريد أن ندخل معكم بثافة دتائج وبعد ذلك نقسمه وعندما أرسل ساعة موسيقى وبعد ذلك لفئة المستهدفة لذلك اليوم من ورها الفيديو نتمنى أن أتمنى أن أجدك ان تقلق مجدد المعاركة ومن بعد القناة التي أريدت ومن بعد تصوير ستار ومن بعد تقوم بعمل ويقوم بعمل بعمل ويكون لديك ملتحك جيد في ستار فأنتمنى أن أن تفهمني وأنني أريد أن أجدك أن أجدك ومن بعد تشاهد المجال الذي تريد أن تعمل فيه ومن بعد تعمل مجر إلكتروني ومن بعد تعمل إشهار وتعمل على التكست مزيان وعلى الصورة بطريقة احترافية ويدخل عندك الكثير من الناس لكي تستطيع تحقق مبيعات لذلك سوف نتفاهم وإلى عجبكم الوصف نكمل في المعجم للتجارة إلكترونية وما تنسى تعمل لايك وابوني لكي تعمل فائدة وسلقع الجديد وشكرا